قام رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم سيد جياني أمفنتينو بزيارة تفقدية لمقر الأكاديمية الرياضية بميليزي في الدائرة الأولى برفقة بعض المسؤولين في الفيدرالية الكادية لكرة القدم تقرير زميل محمد خميز مهدي زيارة رئيس الفيفا جياني أمفنتينو للبلاد سمحت له بعقد لغاءات مع المعنيين بشؤون الرياضة في البلاد والقيام بجولة تفقدية لأكاديمية الرياضة بميليزي بحارة فرشا هذا وبعد وصول الرئيس الفيفا لمقر الأكاديمية تمع الرئيس الفيفا لشرح مطول عن الخريط الهندسية الخاصة لبناء المقر الجديد للفيدرالية الكادية لكرة القدم والذي يتم تمويله من قبل الفيفا الزيارة كانت فرصة سانحة لمسؤولين الفيدرالية الكادية لكرة القدم لعرض حوالي خمسين مركزا للتدريب ومدارس لكرة القدم للرئيس الفيفا والأهمية الزيارة تم تعبئة لعبين ناشئين ليؤكدوا للرئيس الفيفا مضى حبهم وعشقهم للصاحر المستديرة وعلي تبادل رئيس الفيفا جانيان فانتينيو أطراف الحديث مع اللاعبين الناشئين وعلى الفور انتهز الناشئين الفرصة ليقدموا مطالبهم واحتياجاتهم لكي يحقق لهم رئيس الفيفا حلمهم وأخذوا صور تسكارية مع رئيس الفيفا وبريضا تام قدر رئيس الفيفا جانيان فانتينيو البلاد وتوجه لقانا والنجر ترجمة نانسي قنقر